دكتورة آية دكتورة آية دكتورة آية يعني حاجة كنا بنستنيها الواحد بيستنى الويك اند بيستنى الأجازة بتاعت العيد بيستنى أي أجازة عشان يفرح بيها أنا حاسك بتستكملي الحاجة اللي بتديتيها المرة اللي فاتت إزاي نحول المحنة إلى منحة إلى منحة أو نستفيد منها ونحمي العلاقات الأسرية أو العلاقات العاطفية أو العلاقات اللي موجودة في حياتنا عموما من إن إحنا ممكن غصبة عننا نوصل بيها للأزية طب شايفة نحن ممكن إزاي يعني مثلا يعني مكنتش فيه كونتكتبيننا وبين أولادنا خلال الفترة اللي فاتت فبالطبيع أن هما خلال الفترة دي يكونوا مهتمين بالسوشيال ميديا أو مهتمين بإعلاقاتهم الخارجية أكتر خصوصا، أنهم مش عارفين يشوفوا أصحابهم مش عارفين يشوفوا أصدقائهم مش عارفين ينزلوا أكتر شايفة أن احنا ممكن نسأليهم إزاي خلال الفترة دي بص هو علشان نقدر نعدي من أي موقف أو نقدر نعدي من أي حاجة صعبة بنمر بيها لازم نكون فاهمين نفسنا لازم نكون فاهمين السلوك الإنساني أصلاً أو السلوك اللي خارج مننا دو تخارج علشان إيه كلنا مستغربين أنا كان نفسي أعمل حاجة وكنت مستنية ما يبقى عندي وقت فادي طب جالك الوقت الفادي ليه ما بتعملهوش علشان السلوك الإنساني ببساطة ما بيتقبلش التغيير وخصوصاً لو كانت تغيير تغيير جبري يعني أنا كنت مستنية ما يبقى عندي وقت علشان أقعد مع ولادي ونطلع أنشطة ونقعد نلعب مع بعض ونقعد نحكي ونقعد نتكلم ونتفرج على ألبوم السور بتاعتهم هم صغيرين ونتفرج على شيء تفرحنا لكن لما التغيير بقى جبري هنا جات المشكلة فأول حاجة مفروض نعملها أن احنا نتقبل التغيير اللي جالنا نتقبل الموقف اللي احنا موجودين فيه لو تقبلنا ده حنعرف نفتح اليوتيوب ونفتح الفيسبوك ونطلع أفكار نعمل إيه مع أولادنا نسلي أولادنا إزاي نعمل معهم إيه بس قبل ما نعمل ده لازم نفهم وطالما فهمنا ممكن حاجات كتيرة جداً تبقى سهلة علينا أن احنا نعمل تمام يعني حضراتك ده لقتي ده الجانب اللي حاسس اللي هو الجانب الترفيهي أكتر أو الجانب اللي هو حيقوّل وصول ما بيننا وبين الأولاد أكتر طب شايفة إزاي ممكن نتعامل معهم خلال الفترة دي ودي تبقى توعية ونصيحة من حضراتك لأولياء الأمور سواء كان أب أو أم أو أخ كبير أو أخت كبيرة خصوصاً نحنا شايفينهم طول اليوم مسكين الموبايل يعني أوهمونا خلال الفترة اللي فاتت الأولاد أننا لأ أنا هتابع مثلاً كرساتي ودروسي وحكتي وحزاكري من على الموبايل طب شايفة إزاي ممكن نتعامل معهم بص هو أول حاجة إحنا مفروض نكون النموذج اللي يحتازي بيه أولادنا أو نحنا نكون اللول موديل طب هنكون كده إزاي لو إحنا اتفقنا وعملنا كده مع بعض اتفاق عملنا جلسة فاطفادة عائلية زي الجلسة اللي إحنا بنعملها كده لو الأسرة الأب والأم والأخوات أو لو كان في جدة أو جدة كلهم اتفقوا على المبدأ واحد إن الكل حد فينا مساحته إن يعمل الحاجة اللي هو عايزها بس فيه وقت هنتجمع فيه وفيه قواعد ثابتة هنمشي عليها جات لنا فرصة هيلة لإن إحنا نعمل لنفسنا روتين للحياة بتاعتنا عادات غذائية عادات في النظافة عادة في الحوار إن نرجع نتلم تاني ونتكلم بس وإحنا بنعمل كل دوت نخلي بالنا من إن إحنا لازم ندي لبعض مساحة إدي مساحة لزوجك إنه يقعد يلعب لوحده يلعب بلاي ستيشن يقعد على الموبايل بتاعه يقعد يقرأ في المصحف يقعد يقرأ في كتاب يعمل أي حاجة من غير ضغط بعدين الموضوع يبقى روتاشن أو يبقى بالدور إنت تأخذي مساحتك إنك تشربي كباية النسكافية بتاعتك وتعملي حاجة بعيدة عن الدوشة الولاد مع إرشاد خفيف أو مع رقبة بسيطة يديهم مساحتهم ولكن ما نتعداش الخطوط ما يبقاش اليوم كله بيجديع بالفراغ طيب دكتورة معلش ناسف للمواطعة يعني بس لفت نظري حاجة أغلب الأولاد ممكن يكون عنده عدة سيئة مثلا إنه هو بيبخن فأكيد أكيد إن أغلب أولياء الأمور اكتشفوا الموضوع ده خلال الفترة دي خصوصا لو كان الموضوع ده من السن الصغير يعني من سن سنوي مثلا أو كده إزاي ممكن نتقبل ده ونعدله للأحسن أو إزاي ممكن نتعامل معاه بدون أنا بسميها الخسائر اللي هو إن إحنا بنخسر بعض فإن إحنا مثلا بنطبع عليه عقاب ما فيش فلوس إنت كده كده ما بتنزلش ما فيش أعد الوحدات ما تقفلش باب قطك ما تطلعش البلك هنا لو طول درجة قويات لو طول في الحمام بيخبطوا عليه المساحة اللي كنا بنتكلم عليه إحنا ما بنتديش ولادنا المساحة وبالتالي هم كمان مش بيبدروا إن هم يدون المساحة دي دايما في محاضراتي وفي حلقاتي وفي جلساتي بقول إن حتى لو حنطلع بكتالوج العلاقات اللي هو الحلقات اللي كانت موجودة بجلسة فتفضى قبل كده فإن السلوك الإنساني أو النفس البشرية مش قالب حقوله حيمشي عليه كل الناس تمام فالنهاردة حاولت كده أطلع كتالوج بسيط أكيد مش هينفع لكل الناس بس يا رب ينفع مع معظم الناس والكتالوج ده فيه جزء خاص جدا بموضوع العادات المؤزية زي عادة التدخين هم هقوله في عادة التدخين نقطة وبعد نرجع للكتالوج اللي بنتكلم عنه هم لو أنا حتعامل مع النقطة دي لازم الأول أدي البدايل اللي بتكلم عنها إن إحنا عاديين بنتكلم إن هو شايف كل فرد من أفراد الأسرة بيمارس نشاط معين فحتى لو حيدخم مش هيبقى التدخين بالشراها الرهيبة اللي هو بيدخن 24 ساعة في اليوم تمام فنرجع بقى للكتالوج كده حاجة هدية مني وإن جلسة فتفضى للناس يا رب قبل الكتالوج الجميل ده تكون الناس برضا لحد حابب يكتب ورى حضرتك أو يسجل أنا بس عايزة أتكلم عن حاجة طيب دي عادة التدخين طيب لو اكتشفنا مشكلة أكبر إن في يعني هو بيعمل أي حاجة غلط تانية أكبر من كده إزاي إن إحنا لحد طبعا منوصل للمتخصص اللي حنتواصل معي عن طريق مثلا التليفون أو عن طريق جلسة الاستشارة بأي طريقة إيه الخطوات اللي أنا ممكن أتبعها لو أنا اكتشفت حاجة عادة خطيئة كبيرة سواء كانت إدمان أو أي شيء سيء هو بيعمله بيأسي به نفسه أو بيأسي به غيره إيه الخطوات أو إيه الطريقة اللي أنا ممكن أتعامل معاها قبل الكتالوج المميز اللي هنسمعه النهاردة إيه الطريقة اللي ممكن أتعامل بيها يعني ادي لي الحكمة اللي ممكن أتعامل معا بيها أول حكمة وأنا بتصرف مع أي سلوك بيحصل جوه الأسرة في الظروف اللي إحنا فيها لازم أكون حاطت قدامي مبدأ واحد وهو إن أنا بحمي اللي علاقة بتاعتي مع الأسرة بحمي أسرتي وبحمي المبادئ والقيم اللي أنا حطتها طيب في الوقت الحالي دوت أنا اكتشفت فيه خطأ طربوي بيحصل من أحد الأبناء أول حاجة ما تاخدش قرار مصيري خالص في وقت الحظر وده اللي هنأكد عليه تاني بعد ما نخلص الكتالوج بتاعنا أول حاجة اتعامل مع الأمر بحكمة وإنت بتتعامل مع الأمر لازم تشارك الحد الموجود معك في التربية لو أنتم زوج وزوجة أنا اكتشفت الموضوع دوت وعايزين نفكر فيه وعايزين نحله وليكن أن أنا حواجه وأن أنت هتتغفلي علشان نخليك الكورد التاني أو المستوى التدخل التاني اللي هتدخل فيه مع المشكلة يعني حضرتك برضو بتقول لنا أن المشاكل الأسرية بين الأب والأم حيكون لها واقع سلبي أو أثر سلبي هنلاحظوا أن احنا مش هنقدر نعالج مشاكل الأبناء طيبة هتساعدني أن أنا عالج أي مشكلة بتحصل تعالي نتخيل سيناريوم مع بعض بيحصل في معظم البيوت دلوقتي الأم اكتشفت كارثة في الطفل أو في الولد أو في الإبن الكبير أول حاجة بتعملها إيه؟ بتروح تقول لبابا بدون المراعاة هو بابا دلوقتي مناسب يتقبل الموضوع ده ولا لأ هنفكر في الموضوع ده ولا لأ فأول رد فعل هو الهجوم والتصادم ما بين الأب وما بين الإبن وبعد كده نرجع نقول هو ليه العلاقات بتبوز أو ليه بيحصل عندنا مشاكل نفسية أحلى حاجة وأمت حاجة وأجمل حاجة ممكن تعملها لولادك إن هم لما يكبروا ما يروحوش للدكتور نفسي بسببك أكيد تعاملك مع زوجتك وتعاملك مع أمك على فكرة يعني لو واحد بيتعامل مع والدته والابن شايف هو إزاي بيعمل والدته طبيعي بالتبعية حيعمل زي بابا ما بيعمل بالظبط وكذلك الأم فخلينا نكون هديين على قدر المستطاع في التعامل مع الأمور وأمركم شورى بينكم اتكلم مع زوجتك اتكلم مع أي حد بيشاركك في التربية قبل ما تواجه الإبن أو الإبن مباشرة طيب قبل الكتالوج اللي أنا مستعد ومتحمس بس أنا برفع نسبة الإثارة بتاعت الموضوع الشوية عشان نستنى أكتر إزاي نشغل الوقت فراغنا ومعليش نتكزيلي شوية عن موضوع الأم وقبل كده عايز بس أسأل على حاجة من موضوع الإبن قد تستفصار شخصي اللحظنا طبعا إن إحنا بنتابع الفترة اللي فاتت إن فيه ناس كتير ابتدت تتكلم عن برامج مثلا زي تيك توك أو غيرها اللي هي معتمدة على أغلب المصار اللي احنا كنا بنعاني منه خلال الفترة اللي فاتت إزاي ممكن نستخدم الموضوع ده بطريقة إجابية وإزاي ممكن نبعد عن سلبياته البروجرامز على السوشيال ميديا أو غيرها اللي بتحفز الأولاد على حاجات تصوير فيديوز أو عمل محتوى الموضوع ده منتشر جدا في السن المراهقة والطفولة المتأخرة يعني ده ما يسمى بثاقة الأندر ايدش ولأنا بحس إن المسمى ده شوية فيه نوع من أنواع التنمر بس هو فعلا منتشر في الأطفال وفي المراهقين بشكل كبير جدا حنيجي نقول المنع مش حل المراهق مرهق بعنده فلو دخلت معاه بأن أنا بقنعه أنه هو يعمل حاجة أو بديله إجبار على أنه هو يعمل حاجة مش هيعمله إيه الحل الزكي اللي ممكن أي أمم بتعمله في الموضوع ده أنا عارف أو أنا عارفة وأنا مطلعة أنه في حاجة اسمها تيك توك ودي حاجة عادية جدا أنا الأبليكيشن أصلا موجودة عندي على الموبايل لو حابب أنك تعمل فيديو أوكي بس تخلي بقالك الفيديو ما يكونش فيه انتهاك لخصصية البيت فأنا مش هراقيك ماشي بالموبايل بتصور كل جزء في البيت الفيديو ما فيهوش انتهاك للقواعد العامة لمفوض محافظ عليها بالمظهر مثلا وانت بتعملي الفيديو ده يكون لبس يكون لايق بيكي ولايق بقصرتك عشان انت عنوان لينا لما حنتكلم على الحاجات دي مش في صيغة أمر في صيغة دي نحن اتنين صحاب وعلى فكرة أنا ممكن أعمل فيديو عادي بس مش هعمله شيرجي أنا حجرب كده الموضوع لو المراهق أو الإبن أو الإبنة في مرحلة التفهولة المتأخرة لقوا أن فيه حوار وأن مش كل حاجة ممنوع 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 بس هو فيه شوية معايير اجتماعية مطالب مني أن أنا أعملها ومكلف بيها أنا مسؤول أهو عن اللي بعمله هيكون استجابتهم أحسن بكتير قوي من أن أنا أمنع أو أرفض أو أعمل بلاك أو أحط باسورد على كل حاجة موجودة في البيت عشان الممنوع زي ما قلنا مرهوب طيب الكتالوج بقى بتاعنا الكتالوج حرجع أقول بس تنبيه أخير إن الكتالوج ده مش ستاندرد لكن دي محاولات مني أو من الناس الأعلى مني في العلم كمان على إن إحنا إزاي نحمي علاقاتنا من أذى الفراغ طبعا أول حاجة هو الكتالوج بتاعنا كتالوج خميسي فيه خمس حاجات هنحرص إن إحنا نعملها وفيه خمس حاجات هنحاول إن إحنا نبعد عنها على قد من إقتر طب كويس الخطوات مش كتير يعني ممكن نطبقها إن شاء الله أول حاجة في الكتالوج إزاي تحمي علاقاتك إن إنت لازم تكون محدد هدفك في وقت الفراغ طبعا جميل إنك تستمتع بالولا حاجة بس للأجمل إن إنت على الأقل تحط حاجة تعملها أنا النهاردة كان عندي في المكتب كتب كتير جدا محتاج إن أنا أعملها فأنا حاود راتبها النهاردة النهاردة حقر كتاب معين النهاردة حبتدي تكلم مع حد ما كنتش تكلمت معايا بقالي فترة تالت حاجة الحاجة للتواصل اتكلم في التليفون وصير رحمك عن طريق التليفون منه إنه هو الوسيلة المتاحة جميل الحاجة اللي بعد كده إدي مساحة شخصية ليك والغيرك دون أنانية ده اللي كل ما نتكلم فيه من شوية اوعى الفراغ يخليك تضغي أو أني أنت تبقى طول الوقت محور الاهتمام الحاجة اللي بعد كده خلي بالك من المصادر غير الموصوقة اللي بتصدر لنا الأخبار السلبية خلي دايما المصادر اللي بتتفرج عليها هي والتكن مثلا منظمة الصحة العالمية وده مرة في اليوم مش طول اليوم الحاجة الأخيرة في الكتالوج الغذاء الصحي والرياضي بالزبط ما تخليش الحذر يخليك تطلع لكارسة زيادة الوزن الأكل حيبقى شهي بالنسبة لك هتحبه ولكن مع شوية رياضة وغذاء صحي شكرا دكتورة النهاردة يعني تكلمنا في الحاجات اللي هي الإيجابية اللي ممكن فعلا نطبقها الكتالوج متاعنا أنا حيسس أنه هو لسه مخلص وكل مرة هنضف له حاجة فيريت أن احنا فعلا المرة الجاية واللي بعدها واللي بعدها كل مرة نجهز معنا الحاجات دي نكتبها عشان نذكر نفسنا بيها أنا في الختام بس كنت عايزة أقول وصية مهمة جدا خلي بالك خلي بالك خلي بالك وقت فراغك ما يرجعكش لعلاقات منتهية مؤزية ما تقلبش في اللي فات الحاجة التانية وقت فراغك بلاش تاخد فيه قرارات مصيرية دون استشار دي كانت أهم حاجة عايزة أكد عليها في الكتالوج دا أوعدكم إن شاء الله في كتالوجات جديدة في العلاقات حسن لكم تبعاتوا هلنا وتحت أمركم في أي استشارة إن شاء الله للتواصل مع دكتورة أية الأرقام هتكون نزلة في الفاصل إن شاء الله وهي معنا إن شاء الله كل أسبوع في جلسة فطفضة وياريت كل الفطفضات تبقى جلسات إيجابية كده شكرا لنرجع بعد الفاصل